المؤرخين عن موت المسيح. وهو شخص يهودي. واحد تاني اسمه كان بيسمى مؤرخ روما العظيم. الرجل ده في القرن الأول الروماني. كتب عن تاريخ الإمبراطورية الرومانية. وكتب عن المسيح. الذي كان يدبعه الكثيرين في أرشليم. وأنه صلب في المكان الفلاني. وحدد وكتب عن بعض المعجزات المسيح التي فعلها المسيح. واحد تاني مؤرخ ساميري. اسمه ثالوس. سنة 52 في القرن الأول الميلادي. برضو كتب عن حياة المسيح. في الموسوعة البريطانية شيء مذهل أنه الموسوعة البريطانية في الطبع الأخيرة بتاعتها. كتبوا أكثر من عشرين ألف كلمة عن المسيح كشخص تاريخي. مش كشخص مسيحي. لكن كشخص تاريخي. ولما تشوف اللي تكتب عن المسيح عشرين ألف كلمة. لو جمعت كل اللي تكتب في الموسوعة البريطانية عن أرستو والإسكندر الأكبر ويوليوس قيصر وبوذا وكونفوشيوس ونابيليون بونابارت. وحطيت كل اللي تكتب عن هؤلاء مع بعض. تلاقي اللي تكتب عن المسيح أكثر من اللي تكتب عن دول كلهم مع بعض.